أكثر من مئتي يوم مرت على تشكيل حكومة عادل عبد المهدي والأوضاع في العراق تسير من سيء إلى أسوأ فالفشل يحطم كل يوم رقما قياسيا على أكثر من صعيد أساسها المشترك أداء سياسي متخلف وفساد إداري بات متجذرا من أكبر مؤسسات الدولة إلى أصغرها ولأن الشمس لا تغطى بغربال فقد كثرت الشواهد الدالة على واقع العراق المتردي لعل آخرها استطلاع أجراه معهد قلوب بالتعاون مع المجموعة المستقلة للأبحاث يؤكد تزايد القناعة لدى العراقيين بفشل حكومة عادل عبد المهدي الاستطلاع أكد أن نسبة العراقيين الذين يعتقدون أن رئيس الوزراء قادر على تحمل مسؤوليتهم خفضت بشكل كبير مشيرا إلى انعدام ثقة الشارع العراقي بقدرة الحكومة حتى على توفير الماء والكهرباء أو تحسين واقع التربية والتعليم والصحة وقس على ذلك باقي مرافق الحياة التي تعاني انهيارا شبه كامل وهو ما تسبب كتحصيل حاصل بسخط متصاعد يرى أن الحكومة هذه لن تكون قادرة على إكمال مدتها بسبب أدائها الكارثي لم يقتصر الأمر على السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة فقد أظهر الاستطلاع غضب العراقيين من أداء السلطتين التشريعية والقضائية وتشاؤمهم من مستقبل العراق في ظل طبقة سياسية تسير بالعراق إلى حافة الهاوية وهذا ما تؤكده أيضا شهادات داخلية تخرج بصورة مستمرة من مسؤولين ونواب لم تمنعهم مشاركتهم في هذا الفشل من الاعتراف به علنا فهذا النائب عن اتلاف النصر فلاح الخفاجي يقول إن واقع العراق محبط لأن الحكومة التي تشكلت منذ ثمانية أشهر لم تقدم شيئا ولا يوجد لها أي منجز يذكر بينما يؤكد النائب عن تحالف سايرون سلام الشمري أن البرنامج الحكومي لم يطبق منه شيء ولا توجد خطوات إيجابية لتحسين واقع الخدمات واقع مل العراقيون من كثرة الحديث عنه والدعوة إلى تحسينه باب العملية السياسية وتقاسم مغانمه بينما يدفع كل واحد منهم مغارمه عنه لتقع في المحصل على رأس المواطن البسيط الضحية الأولى لهذه العملية السياسية البائسة والمستمرة منذ أكثر من 16 عاماً